نفذ سائقوة شاحنات نظافة بمحافظة حج اليوم وقفة احتياجية للتنديد بالاعتداءات المتكررة التي طالت عددا من عمال وشاحنات نظافة بالمحافظة وفي الوقفة التي نظمت اليوم أمام إدارة أمن المحافظة طالب المحتجون قيادة المحافظة بإنصافهم من مسؤول في المجلس المحلي قالوا إن مرافقيه قاموا بالاعتداء عليهم وعلى عربات نقل القمامة أكثر من مرة دونما أن يلتفت إليهم أحد وشك عمال النظافة الذين دعوا لوضع حد تلك الممارسات بحقهم شكوا استمرار الاعتداءات بحقهم واحتجاز ناقلاتهم من قبل النافذ بالمجلس المحلي بالمحافظة وكان عمال النظافة قاموا بتعليق العمل ما تسبب بتكدس القمامة في عدد من شوارع المدينة وأحيائها